السلام عليكم ورحمة الله أبناء العزاء طلاب وطالبات الصف الرابع لابتدائي إن شاء الله الفيديو ده هيكون عبارة عن مراجعة على جميع القواعد اللي جات في منهج الترميتين كمان هنحل تدريبات على كل قاعدة من القواعد بحيث أن أنت تتضرب على شكل الأسئلة بتيجي عليها إزاي أول حاجة معنا وهي زمن الباست سيمبل زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن أحداث حصلت في الماضي حاجة حصلت وانتهت فلما نحب نتكلم عنها نحط الفعل بتاعها في الماضي تب إزاي حط الأفعال في الماضي؟ أنا عندي الأفعال في اللغة الإنجليزية نوعين نوع اسمه أفعال منتظمة يعني يا أفعال منتظمة؟ يعني أفعال لما حب أحطها في الماضي بضف لها يا D يا E D يا I E D تعالوا ما نشوف إزاي أول حاجة بنضيف للفعل منتظم E D زي كلمة pull pulled cook cooked يبقى أنا هنا أضفت للفعل E D هو كده أصبح في الماضي cook يطبخ cooked طبخة تاني حاجة إزاي كان الفعل منتظم E لو عندنا فعل منتظم آخر حرف في E فأنا بضف له D فقط زي الفعل like يحب لما نحب نقوله في الماضي هضف له D بس تبقى liked أحبا live يعيش ما حب أقوله عاشة في الماضي يبقى lived طب لو الفعل بتاعنا منتهي بY هنا حنقف شوية لو الفعل بتاعنا منتهي بY حبص للحرف اللي قدام الY لو لقيته second يبقى في الحالة دي حنشيل الY خالص ونضيف مكانها I E D زي berry برد يبقى أنا عملت ايه شيلت الY خالص وضفت مكانها I E D اللي عملنا كده عشان الY قدامها حرف second نشوف الفعل study study قدام الY حرف D D حرف second يبقى نحزف الY خالص ونضيف مكانها I E D الرقم 3 خلي بالك بقى لو الفعل بتاعنا منتهي بY لكن الحرف اللي قابله كان حرفه متحرك ما نعملش حاجة خالص احنا حنسيب الفعل زي ما هو واضف له E D عادي جدا زي الفعل play هنا play منتهي بY مسبوقة بحرف A حرف الA متحرك يبقى حنضف لها E D تبقى played stay تبقى stayed الكلام ده كان بالنسبة للفعل المنتظم اما ايه اللي يحصل لو الفعل كان غير منتظم بالنسبة للirregular verbs اللي هي الأفعال الغير منتظمة ملهاش حل غير الحفظ لازم نحفظها يعني عندنا am و is الماضي منهم was انا بقول I am انا اكون عايز اقول انا كنت هقول I was he is هو يكون عايزين نقول هو كان في الماضي تبقى he was كمان عندنا الماضي من R R معنى هيكونوا الماضي منها كانوا اللي هي where كمان الفعل swim يسبح الماضي منه swim C الماضي منها so واحد يقول طب ايه اللي هيعرفنا ان الأفعال دي غير منتظمة انت عندك في المنهج كمية أفعال كتير جدا غير منتظمة هنحفظها كل ما يقابلنا فعل غير منتظم هنحفظه زيه زي اي كلمات بنحفظها يبقى تلخيصا للكلام ده كله لما نحب نحط الفعل في الماضي اذا كان منتظم هضف له D يا E D يا I E D اذا كان غير منتظم فهنحفظه وزي ما قلنا هنستخدم الماضي البسيط لما نجي نتكلم عن حاجة حصلت وانتهت في الماضي طب نشوف الأمثال اللي معنا We played football yesterday احنا لعبنا كرة قدم بالأمس معنى الكلام ان احنا لعبنا وخلصنا حاجة حصلت في الماضي وانتهت في سؤال مهم جدا اعرف منين ان الجملة اللي قدامي في زمن الماضي البسيط ولازم اختار الفعل بتاعي في الماضي في عندنا حاجة اسمها اللي هي الكلمات الدلة على الزمن اول ما اشوفها اعرف على طول ان الجملة في زمن الماضي اللي هي اول حاجة عندي yesterday معناها امس ago معناها منذ last last دي معناها الماضي بيجي وراها زمن last year للسنة الماضية last month الشهر الماضي last week الأسبوع الماضي last friday الجمعة الماضية كمان عندنا in the past in the past معناها في الماضي نشوف امسال i studied english yesterday انا ذكرت انجليزي بالامس اللي خلاني حطيت الفعل study في الماضي عشان كلمة yesterday موجودة في الجملة المثال التاني last friday دي من الكلمات اللي بتعبر عن الماضي يبقى لازم الفعل بتاعي في الماضي شوفوا قلنا ايه he played football kairu was quite many years ago الكاهرة كانت هادئة منذ العديد من السنوات اللي انا حطيت هنا الفعل was ما حطيتش ازا علشان كلمة ago دلت على الماضي كده انا بقيت اعرف ازاي اعمل جملة في زمن الماضي طب لو انا حبيت اعمل جملة منفية يعني عايز اقول انا ما عملتش الحاجة دي في الماضي لما نحب ننفي الفعل الماضي بنفيه بdidn't didn't وبعدها بنرجع الفعل لأصله يرجع لمصدره يبقى نفي played didn't play نفي at اللي هي معناها اكلة didn't eat نفي studied اللي هي زاقرة didn't study يبقى بعد didn't برجع الفعل لأصله طب نشوف الامثلة المثال الاول بقول we didn't play football on this street زي ما انتو شايفين حط didn't بعدها رجع الفعل لأصله خليه play نحن لم نلعب قرة قدم في هذا الشارع he didn't bury the box يبقى كده عرفنا ازاي نعمل جملة وازاي ننفي الجملة تعالوا بقى ما نشوف ازاي نسأل بهل انا عايز اسأل هل انت عملت الحاجة دي مبارح هل انت عملت الحاجة دي في الماضي نقول الكلام ده ازاي اولا لازم نعرف ان هل في زمن الماضي البسيط اسمها did يبقى لما حب اسأل بهل في الماضي البسيط باسأل بايه did did في الاول كده معناها هل بعد كده نجيب الفعل والفعل يرجع لأصله نرجعه للمضارع بتاعه تاني نشوف مثال انا هنا عايز اقول هل انت عملت الواجب بتاعك طب انا عايز اسأل على حاجة في الماضي احنا اتفقنا هل في الماضي يعني did يبقى حنبدأ سؤالنا بدد طب انا بقول هل انت يبقى did you did you عملت الفعل يعمل الواجب اللي هو do homework يبقى did you do your homework did you do your homework اسأل بدد فعل وبعد كده الفعل الاصلي اللي هو do هنحطه في المصدر طب الاجابة طبعا هجاوب بيس طالما سؤال هل بيس او نو لو انا عايز اقول نعم هقول يس اي دد او no i didn't اده يا ميس مش نفعل اقول يس اي ام لا طبعا طب يس اي وز برضو لا ليه لان احنا بنسأل بدد اللي بسأل به بجاوب به تمام يبقى يس اي دد no i didn't طب لو حبيت اعمل سؤال بكلمات الاستفهام اللي هي معناها اين ومتى وكيفة ما او ماذا نسأل ازاي اول حاجة هنبدأ سؤالنا بكلمة الاستفهام بعدها فعل مساعد احنا قلنا الفعل مساعد بتاعنا في زمن الماضي اسمه ايه؟ اسمه did يبقى لما حب اسأل بكلمات الاستفهام هقول what did when did where did بعد كلمة الاستفهام نحط did بعد كده نحط الفعل بتاعنا وبعدين الفعل في المصدر تعالوا نوضح الكلام ده بمثال انا عايز اسأل متى استيقزت متى when بعدها على طول الفعل المساعد اللي هو ايه في الماضي did يبقى when did الفعل you when did you يا استيقز get up تبقى when did you get up تلخيصا بقى لكل الكلام اللي احنا قلنا ده الماضي لما حب حط الفعل في الماضي اضف له d, ed, ed لو منتزم غير منتزم بيتحفظ لو حبي تنفي عندنا الفعل مساعد في الزمن ده ايش مدد حبي تنفي حنفي بي واقول didn't حبي تسأل بهال حسأل بد حبي تسأل بكلمات الاستفهام هحط بعد كلمة الاستفهام did ده تلخيص الموضوع كله طبعا علشان نسبت المعلومات اللي احنا عرفناها دلوقتي لازم نحل تدريبات choose the correct answer number one grandpa was where is very excited yesterday هه الاجابة الصحيحة was جدي كان very excited كان متحمس بالامس واحد يقول يا مستا ما هو جرانبا مفرد ليه ما اخدناش is عشان الجملة فيها كلمة yesterday من الكلمات الدل على الماضي يبقى لازم اختار was number two last holiday الاجازة اللي فاتت we was where are in the village last holiday دلت على الماضي يبقى ايزا هنختار where we were number three it they we was very quiet الفعل was بيجي مع المفرد اذا هنختار it اما they و we بياخدوا where number four there was where are lots of visitors in the hotel last year last year عرفتني ان انا هختار الفعل في الماضي واحد يقول يا مستا لحظة ما هي there بيجي وراها was و بيجي برضو بعدها where طب انا اختار ايه نشوف ايه اللي جاي بعد كده lots of visitors دي جامع طالما جامع يبقى هنختار where طب نفترض كان حاجة مفرد كنت اختار was يبقى الاجابة هنا where number five in the past في الماضي كده خلاص عرفت ان الجملة بتاعتي في الماضي there is was where no planes نفس الطريق there ينفع يجي بعدها was او where نشوف اللي وراها no planes planes طائرات جامع يبقى في الحالة دي نختار where there where number six i was where am eight years old when i buried the box هنا بقى حيطلع لنا واحد شاطر يقول لنا ايه يا ميس انا هنا حاخد am وما حدش يعترض لان انا ما عنديش حاجة دلت على الماضي ما فيش كلمة من الكلمات اللي قلت عليها في الشرح بتدل على الماضي هقول لك عندك حق لكن خلي بالك ساعات ما بيجيب لناش من الكلمات الدلة على الماضي لكن حيجيب لنا جملة تانية الجملة التانية دي في الماضي شوفوا كده بيقول ايه when i buried the box الفعل bury هنا في الماضي يبقى لازم الجملة اللي قبلها تكون في الماضي ماهو ماينفعش اجيب مضارع مع ماضي لازم الاتنين يكونوا في الماضي وبالتالي ماينفعش اختار am لازم اختار was واصلا لو جدت ترجم الجملة ينفع اقول انا اكون 8 سنين عندما دفنت الصندوق مش جاية خلص مع بعضها لكن هو هنا عايز يقول انا كان عندي 8 سنين لما دفنت الصندوق number 7 they, he, she were very happy yesterday السؤال ده سهل جدا الفعل where نختار له ايه من الحاجات دي مفروض نختار they لانه he وshe بياخده was ما تنفعش هنا اذا الاجابة they number 8 i was where is seven years old last year last دلت على الماضي يبقى على طول حنختار was number 9 we studied study studies math yesterday yesterday عبرت عن الماضي اذا هنختار الفعل اللي في الماضي اللي هو studied number 10 last week we go goes went to damita last week دلت على الماضي يبقى في الحالة دي نختار الفعل في الماضي اللي هو ايه went went دي معناها الذهبة وهي الماضي من go هسيبلكو الاسئلة من اول السؤال 11 لحد السؤال 21 يعني حوالي 10 اسئلة هسيبها لكو كhome work تحلوها في التعليقات ونشوف مين اقوى طالب اللي هيجيب الاسئلة كلها صحيح تعالوا نحل بقى الاسئلة علشان لسه ما تضربناش عن نفي والسؤال number 22 we see saw sees a play last week اللي اجابة حتكون saw لان هي اللي في الماضي هنا السؤال 23 mom tells told tell me to take a shower because i was covered in mud هنا برضو ما فيش حاجة دلت على الماضي لكن الجملة اللي بعدي بيقص في الماضي يبقى لازم نختار الفعل اللي كان قدامها في الماضي نختار told told الماضي من till 24 the bird fly flying flew up high into the sky الاجابة حتكون flew flew الماضي من fly هي الماضي من يطير واحد يقول يا ميس بس لحظة ما هو ما فيش حاجة دلت خالص على الماضي لا جملة معطوفة عليها ولا كلمة من الكلمات الدلت على الماضي هقولك لحظة كده هو ينفع ناخد الفعل fly bird ده مفرد لو انا عايز اخد fly في المضارع مفروض يكون مضاف لها اسم عن مفرد تبقى the bird flies لكن ما ينفعش نختار fly دي خالص fly دي ما بتيجيش مع المفرد طيب كمان ما ينفعش اختار flying لان عشان اختار اللي فيه ING لازم يكون قدامه يا آم يا إز يا آر والكلام ده مش موجود اذا الوحيدة اللي تنفع معيها الفعل الماضي اللي هو fly 25 yesterday now next we at full midams اختار ايه بقى انا عندي هنا الفعل at ده فعل ايه ماضي اذا نختار حاجة تدل على الماضي يبقى الاجابة yesterday 26 last week my sister send 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 this an email to grandma الجملة في الماضي يبقى نختار sent sent هي الماضي من send معناها ايه ارسله 27 when اه ده سؤال بقى did ولا do ولا does you get up today الاجابة هتكون did متى استيقظت اليوم مفرد هو استيقظ وخلاص مش لسه بيستيقظ يبقى هنختار did 28 what subject did you study studies studied yesterday هنا بقى في السؤال ده كتير جدا متطلبة بيطلخبطوا وبيحلوا غلط ليه اول ما يشوف yesterday على طول بيختار studied تم انت خلي بالك انت عندك did واحنا اتفقنا لما يكون في did او didn't الفعل اللي هيجي بعدين لازم يكون في المصدر بنرجعه الاصل تاني يبقى اذا هنا هنختار study ماينفعش اختار studied لان السؤال في did 29 was or where you at home yesterday اه you بتاخد ايه تاخد where ماينفعش تاخد was كمان ماينفعش ناخد or لان هنا yesterday دلت على الماضي number number 30 اختار does او do did you like your first day of school اه بيسألوا هنا على اول يوم ليه في المدرسة يبقى حاجة حصلت حاجة في الماضي اذا نسأل بايه في الماضي بdid الاجابة هتكون did تاني قاعدة معانا في قواعد منهج الترمي التاني هي الصفات ازاي اكون الصفة عندنا طريقة جميلة جدا ممكن نكون الصفة من الاسم او الفعل باضافة المقطع full f u l تعالوا منشوف امثلة على الكلام ده عندنا الفعل care معناه يهتم او يحرص لو حبيت اجيب منه الصفة اللي هي حريص هضيف له المقطع full يبقى care تبقى careful كمان عندنا pain pain ده معناه الم ده اسم لما حب اجيب منه الصفة مؤلم هضيف له full تبقى painful كمان عندنا beauty معناها الجمال لما حب اجيب منها الصفة تبقى beautiful هنحول ال y ال i واضيف المقطع full help help معناها يساعد ده فعل عايز اقول متعاون صفة يبقى helpful كمان wonder يتعجب لما نحب نحولها الصفة تبقى wonderful كمان الفعل use يستخدم لو لو حبنا نحولها لصفة تبقى useful color يلون او لون حبنا نجيب منها الصفة ملون تبقى colorful يلا نحل بعض التدريبات على قاعدة الصفات choose the correct answer اختر الاجابة الصحيح number one adam is very يا طرى adam very help helpless helpful ما اقدرش احدد لما نقرأ الجملة اللي بعد كده he helped me carry the bags هو ساعدني في حمل الايه الحقائق يبقى هو متعاون اذا هنختار helpful number two be careful painful useful التلاتة صفات يبقى نكمل عشان نعرف هنختار ايه when you cross the street عندما تعبروا الشارع يبقى مفروض تكون ايه حريص طب حريص يعني careful يبقى نختار careful number three to cause necklace is helpful careful beautiful i love it العقد بتاع تقى هنوصفه بانه ايه جميل يبقى نختار beautiful number four he hurt his arm هو جرح دراعه it's very a pain friendly painful الاجابة هتكون painful مؤلم number five that beard is very color colorful colors هذا الطائر عايزين نقول ملاون صفة يبقى نختار colorful number six i think computers are using useful useless اعتقد ان الكمبيوترات ايه عايزين صفة يبقى نختار useful مفيدة number seven ايجبت has a wonder wonders wonderful history انا عايز اقول مصر لديها تاريخ رائع يبقى عايزين صفة نختار wonderful هنا هو وصف التاريخ بانه هو تاريخ رائع يبقى الصفة زي ما انتو شفتو تصبق الاسم wonderful history تالت قاعدة عندنا في المنهج هي قاعدة should و shouldn't يعني ايه should should معناها يجب أن ده فعل معناه يجب أن وهو فعل ناقص يعني لازم نجيب بعده فعل تاني طب انا هستخدمه امتى؟ هستخدمه لما نيجي نتكلم عن الحاجات الكويسة اللي مفروض نعملها بمعنى يجب أن تفعل شوفوا كده المثال الاول I should only give my phone number to my friends يجب علي أن أعطي رقم تليفوني فقط لأصدقائي يبقى ده حاجة كويسة هقدر أعملها المثال التاني I should turn my phone off at night يجب علي أن أطفئ التليفون بتاعي ليلا هنا دي حاجة كويسة مفروضة أعملها يبقى علشان كده استخدمت should وزي ما انتوا شايفين الفعل turn بعدها في المصدر وفي المثال الاول الفعل give جه بعدها برضو في المصدر طب كده احنا عارفنا أنه should هنستخدمها لما نحب نتكلم عن حاجات مفيدة عشاننا يجب علينا أن نفعلها طب لما نحب نتكلم عن حاجات غير مفيدة مفروض ما نعملهاش يجب علينا أقل أن نفعلها يجب أقل معناها shouldn't يبقى نفي should shouldn't بعدها برضو فعلي فين في المصدر يبقى احنا بنستخدم shouldn't بمعنى يجب ألا تفعل لأن الحاجة دي حتكون ضارة عشانك مثال I shouldn't use my phone late at night يجب ألا أستخدم تلفوني متأخر بالليل طبعا دي حاجة ضارة علشان كده قلت يجب ألا طب نشوف المثال الثاني You shouldn't make new friends online With people you don't know يجب ألا تكون صدقات على الإنترنت مع الناس أنت ما تعرفهمش طبعا دي نصيحة بأن أنت ما تعملش الحاجة دي لأنها ضارة عشانك يبقى تلخيص القاعدة دي كده أنه لما نحب ندي حد نصيحة بيجب أن يفعل شيء هنقول should والمصدر طبعا لما نحب نقوله لا يجب أن تفعل شيء ده لأنه ضارة عشانك هنقوله shouldn't والمصدر تاني فعلة عندنا في القاعدة دي هو الفعل need الفعل need كلنا عارفين أنه معناه يحتاج الفعل ده باستخدمه علشان أبين أهميته ضرورة عامل الشيء يعني ضروري نعمل الحاجة دي طب نكون الجملة إزاي باستخدام need أول حاجة هنبدأ جملتنا زي ما احنا بنبدأها على طول بالفعل الفعل اللي هو ممكن يكون اسم أو ضمير بعد كده هستخدم الفعل need بعد need بنجيب اسم أنا محتاج إيه وليكن شوف المثال بقول you need a helmet on your bike انت محتاج لخوزة وانت راكب درقتك إذن الخوزة دي حاجة ضرورية ومهمة علشان تحفظنا من مخاطر الطريق وعشان كده هنستخدم need لكن خلي بالك لو حبنا نجيب بعد need فعل الفعل ده لازم يكون مسبوق بتو يعني need بيجي بعدها إما اسم إما تو وفعل في المصدر شوفوا كده المثال الأخير you need to look left and right انت محتاج إنك تبص شمال ويمين يبقى هنا جه بعد need تو المصدر أما في المثال الأول كنا بنقول you need a helmet ده اسم بس يبقى في حالة الاسم ماستخدمش تو لكن لو حيجي بعدها فعل هنستخدم تو الفعل اللي بعد كده هو الفعل must must برضو فعل ناقص يعني بيحتاج بعده فعل في المصدر بدون تو بدون أي إضافات والفعل must معناه يجب أن وبنستخدمه لما نحب ندي حد نصيحة قوية أو لما حب أنصح نفسي ألزم نفسي بحاجة زي لما تقول لنفسك أنا مفروض أذاكر أو تقول لنفسك يجب علي أن أمارس الرياضة يبقى في الحالة دي أنا بلزم نفسي أو بنصح نفسي مثال we must listen for cars before we cross the road يجب علينا أن نستمع للسيارات قبل أن نعبر الطريق يبقى دي بند أنفسنا نصيحة قوية الحاجة دي لازم تتعامل وإيه اللي حنتأذي المثال الثاني we must learn to help others يجب علينا أن نتعلم مساعدة الآخرين يبقى هنا إحنا بنلزم نفسنا بأننا نتعلم مساعدة الآخرين تاني حاجة الفعل must لما نحب ننفيه هننفيه بmust وبرضو بعدها فعل في المست لكن خلي بالك mustn't هنا معناها ممنوع يعني نستخدمها لما نحب نمنع حد أنه يعمل الحاجة دي لأنها ضرة وحتأزيه فبنقوله ممنوع تعمل الحاجة دي شوفوا المثال بقول you mustn't run on the road ممنوع تجري على الطريق لأن الحاجة دي طبعا خطيرة وممكن تيزيك المثال الثاني we mustn't play with matches ممنوع نلعب بالكبريد لأنه مفروض الحاجة دي خطيرة هتأزينا لو عملناها يبقى احنا بنستخدم mustn't في حالة المنع علشان الحاجة دي خطيرة آخر فعل من أفعال المودل verbs اللي هي الأفعال الناقصة هو الفعل كان والفعل كان احنا عارفينه من السنوات اللي فاتت الفعل كان معناه يستطيع وبيجي بعده فعل في المصدر بس تخدمه إمتى لما حب أتكلم عن الكدرات لما حب أتكلم عن كدراتي هستخدم الفعل كان مثال نقدر نزرع أشجر أكتر عشان تساعدنا نتنفس بشكل أفضل يبقى هنا الفعل كان جه بعده بلانت بلانت هنا معناها يزرع يبقى الفعل جه في المصدر المثال الثاني نحن نقدر نركب الدراجات علشان نساعد البيئة يبقى برضه الفعل كان هنا استخدمناه للتعبير عن القدرة وجه بعده فعل في المصدر تمام كده عرفنا أن الفعل كان باستخدمه للتعبير عن القدرة طب نفي كان ايه؟ كانت كانت معناها لا استطيع بنستخدمها للتعبير عن عدم القدرة على فعل شيء أو عدم السماح بفعل شيء شوف المثال كده بقوله شوف المثال كده بقوله ايه؟ أنت لا تستطيع أن تسبح في القناة أو معناها برضه مش مسموح لك أن أنت تسبح في القناة يبقى كانت دي بنستخدمها للتعبير عن عدم القدرة أو عدم السماح بفعل شيء تلخيصاً لكل المودل فيربس أن سواء عندك should أو shouldn't can أو can't must أو mustn't بيجي بعدهم فعل في المصدر بدون أي إضافات أما بالنسبة للفعل need هيجي وراه إما اسم أو هيجي بعده فعل مسبوك بتو يلا نشوف بعض التدريبات على المودل فيربس السؤال الأول put should أو shouldn't يبقى هنا لازم نترجم الجملة عشان نشوف هنحط should يجب أن ولا shouldn't يجب ألا number one you have a very strong password هنا نقول إيه؟ يجب أن يكون لديك password قوي ولا يجب ألا الإجابة مفروض تكون should number two you only speak to people you know online تتحدث فقط مع الناس اللي تعرفهم online يبقى هنا should ولا shouldn't؟ مفروض should؟ يجب أن number three you speak to strangers on the internet تتحدث مع الغرباء على الإنترنت ده مفروض نقول إيه؟ shouldn't يجب أن لا number four you be a bully online تكون متنمر على الإنترنت يبقى هنا إيه should ولا shouldn't؟ مفروض shouldn't لا يجب أن number five you turn your phone off at night تغلق تليفونك بالليل يبقى هنا مفروض نقول إيه؟ يجب أن should السؤال الثاني عايزك تستخدم can أو can't can هنا بمعنى مسموح can't بمعنى غير مسموح هنبص على اللفتات ونشوف هنستخدم إيه منهم number one you swim here اللفتة بتقول غير مسموح يبقى نستخدم إيه؟ can't number two زي ما أنتو شايفين اللفتة بتقولك التجه يمين يبقى هنا هنقول إيه you go straight and turn right تقدر تمشي على طول وتستدر يمين يبقى نستخدم إيه؟ can اللفتة الثالثة هعمل لك ممنوع الدراجة يبقى في الحلقة دي هنقول إيه you ride your bike here can ولا can't مفروض can't you can't ride your bike here غير مسموح بركوب الدراجة هنا العلامة الرابعة معمول لك إنه ممنوع ترك يبقى برضو هنستخدم إيه؟ can't تبقى you can't park here آخر لافتة عمل لك فيها صورة نبات يعني مسموح نزرع نبات we plant more trees to stop river erosion يبقى هنقى نستخدم إيه؟ can احنا نقدر نزرع أشجار أكتر وبكده احنا شرحنا بالتفصيل جميع القواعد اللي جات في منهج الترمي التاني للصف الرابع الابتداء ما تنسوش إن عندنا هومورك ومكون من عشر جمل موجود في نص الفيديو عايزين كل طالب يحل العشر جمل ويكتب اسمه على الحل بتاعه ونشوف مين أكتر طالب متفوق اللي هيحل العشر جمل بطريقة صحيحة بتمنى لكم التوفيق في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى